اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول شي انا بحب اقول ان انا خرجت الجامعة اللبنانية قبل شهدتي بالفنون كانت اولا بالجامعة اللبنانية وبعدين كملت استواغ دلاغ بالسوربون وبدرس حاليا بجامعة السوربون بابوضبي هلأ كيف صارت هايدي حصيلة اللي صار معي هلأ هو حصيلة شغلة كتير يعني عذات ومجهود شخصة وطبعا قدرت اوصل اني اعمل هيدا العمل لبول فالغي اشتغلت بالبتون لوحة 60 ب45 سنتيمتر بس بالبتون اخدت معي 35 ساعة شغلة لان ما فيك توقفة وكان هيدا شي جديد كتير يعني ما شافوه من قبل ووصلت اللوحة العمل والعمل لان هي مش لوحة مرسومة متل ما منعمر نفس التقنية بس عصغير بقا عملته ووصلت على المتحف طبع بول فالغي بسات بجنوب فرنسا وقرروا يقتنوا العمل واتصلوا فيه وفتشوا عليا بالاول لانه انا كنت بس عم بشتغل لاشتغل يعني انا عم بتعب عم بعمل اشيه بس ما كانت عارفة انه راح توصل الامور لهون فتشوا عليا وطلبوا مني اني روح لعندون عملولي تكريم عندون هنه جوغني بول فالغي هلأ هلأ موجود يعني بعض هنه عندون تقريبا دو سمن جوغني بول فالغي انا بعدني واصلة يعني كنت معهن بقا وصلت على المتحف ولقيت انه عم بيبيعوا كارت بوستال العمل تبعه كانت مفاجأة رائعة بصراحة وما قالولي قالولي تركنا لكيها سوربريز بدنا نشوف كل كمان الصور وبدنا نتابع بي هالحديث مع كل تفاصيله بس من بعد هالوقفة الصغيرة الفنانة التشكيلية كلوت حبيب موجودة معنا اليوم بي هابنينج وعم نحكي عن معرض اقامتو بي غالري بول فالغي بي فرنسا واسبوع بي كامله تكرمت من خلاله مش بس كان في عرض لا اعماليك اعماليك اللي بتصانفيه اليوم بنيو اكسبريسيونيست بدنا ناخد فكرة شوي عن الاستيل عن تقنية العمل وعن هالمنحوطة يلي وضعت على بطاقة باردية انا السن الماضي اتفقنا انه يكون في انسا مانا فيك كلود ابيب هو بيستضيف المتحف هي مش غالري هو متحف بيستضيف المتحف فنان مقيم عنده نعمل البروغرام عملنا البروغرام من سنة تقريبا وحجزوا الناس اتولياء يعني ووركشوبز اشتغل معهم كان في مدارس كان في منذوي الاحتياجات الخاصة كان عندي اصدقاء المتحف اللي هن ناس كلهم كبار بالعمر رائع يعني كان في ناس فنانين كمانا كلهم اجوا تعلمون تقنية الشغل بالرمل نرسم طبعا كان الوركشوب مدته ساعتين بس كان رائع والناس ما حبوا يفلوا كانوا يقعدوا ثلاث ساعات ثلاث ساعات ونصف معي بالاول كنا نحكي عن اعمالي المعروضة عرضت 12 لوحة نحكي بالاول منفسر عن اللوحات وبعدين مننزل منعمل الاتليا بس ادي ادي تعليم او العمل بياتليا جريدة البلد هونيك الرسمية عاملوا معي مقابلة ميشان يحكوا لانه انا كان بالاعمال في كتير فلسفة لانه انا دراسة الاولى كانت فلسفة بدخل كتير فلسفة انا ما بتكل على الالوان مش مضطرة برهم اني بعرف ارسم بعرف ارسم بتدرس بالجامعة الى عشر سنين هاي دول اللوحات اشتغلت على تام خصوصي لمعارضة هونيكة هاي دول الوركشابس بقلب المتحف عم نشتغل بالرمل هول الشباب والصبايا عندن احتياجات خاصة شو كان التام؟ التام انا عملتلون ناتو يغمغت لانه اسهل لقلون مشان نبسط الفكرة يعملوا شي ندور او هيكي بس بعدين اشتغلنا تركتهم يعني هني ينبسطوا يلونوا متل ما بدون نشفنا بالستشوار لان ما كان عنا وقت نشفت الرمل بالستشوار وكان فيه شغلة طريفة انه هونيكي طلع عنون من سنة انه ما بيقدروا ممنوع يجيبوا رمل من البحر وقلا بيدفعوا فاين جابوا رحنا متل سرقنا من رمل كرمال جبناه انه اشتغلنا فيه قالوا على هدول الرملات ضايعين راحوا جبون بس قالوا لهم انه عنا نحنا عنا فنانة جاي وبدنا نجيب رمل جبنا الرملات واشتغلنا فيه غريب كان الموضوع الرمل عندهم غريب انا مش معودة معودة على الرمل بأبوضابي زي اسميك شوي المهم اشتغلنا الوركشوبس كلنون كانوا رائعين على مدى 8 ايان شو اسم هاتقانياته الليبنان هو شوفي انا بالجامعة نحنا يعني بكلية الفنون الجميلة هون بلبنان درسنا هالاشياء او ما رأوا معنا بديك تقولي بس انا طورتن يعني صرت اعمل اشياء اكتر وهيك هلأ بالبتون ما حدا بيشتغل انا بس بحب كتير اشتغل بالبتون وعملت اول بورتري عملته بالبتون هو لبول فالغي وليك او نوصل يعني صار كارت بوستال وبيقولوا انه اللبنانيين هنه ما بيستغربوا بيقولوا لللبنانيين يعني مش غريب انه تعملوا هيك اشياء بتحسي حالك اصلا ببلدك هونيك هيدا الكتالوج وهيدا الكارت بوستال الكتالوج انا هلأ موجودة مع نعيشين يعني ما هو كل الناس البالمتحف ناس قدم نعم نحكي من خمسين سنة لواعي في بارت بوسيط يعني اللي نعدو على يمكن ايضا مش كتار يمكن شي تمانه ماكسموم عشرة يمكن انه اغلبهم فرنسيين هن بيقدروا بيقدروا السقافي بيقدروا العنام بس شو اللي يعني شو اللي مميز عندي لانه معمولة بالبتون العمل الوحيد بالمتحف كله اللي منه معمولة على قماش منه منه بنتور غالويل منه اكريليك منه ماشي منه مش دودع ماشي منه طوال انا العمل الوحيد وحطينه بصالة بول فاليغي اللي فيها المانيسكريت باولاته بس عملي انا موجود بصالة بول فاليغي والمتحف في الباقي كله والعمل الفنية برا الفلسفة كلمة بتخوف الناس لما منقول انه عم ادخل الفلسفة بي الفن بالفن التشكيلي او بالبنتور تحديدا كيف بتقدري تعملي لحتى يكون عم بيوصل للناس وخصوصا انه في عمل مع الولاد في عمل مع الكبار في عمل مع الشباب والصبايا بالجامعة يعني طريقة الاتيصال هالرسالة مبسطة معك كلوت كيف تقدري تعمل هو بالاول انت بدك تكون شوف الفن جزء بسيط يعني من الفلسفة لما انا بدي اعطي فكرتي ما رح روح اقيدها للناس يعني انا بعلمه بطريقة كتير بسيطة وما بعتبر حالي مدرسة دايما بقول لهم انا فنانة وعم بشارك خبرتي معاكن بلاتون عمل لوميت دولاكاف يعني كان يخبر الناس بالامتال لا يقدر يوصل لهم الفكرة الفلسفية وانا ببسط الامور لا يقدر وصل الفكرة الفلسفية بس لما بعمل معرض كبير لقلي بمتحف شوفي بيبين العمل بسيط بس هو معقد بالنسبة للناس بيقول ليش عاملي هيك انا ما بكتير براعي لما بعمل معرض بمتحف بالعكس اللي بديك تقولي بتقولي بس لما بعلم لا ببسط الموضوع لانه انا هدفي بلشو يقدروا هيك بيعرفوا كيف في فوتو الفلسفة بقلب كل شي الفلسفة ام العلوم يعني هي هي كل شي متفرع منها اللغة متفرع منها والفن متفرع منها سقافل الفن يندرش تحت راية الثقافة يعني انا درست كمان تاريخ الفنون لا اقدر اجمعهم كلهم مع بعضهم انا ما بيهمني بس ارسم ما بيهمني ارسم يعني مش فنانة لاني برسم انا برسم لاني فنانة يعني العكس هو صحيح درست فنون لاني فنانة يعني بتكتشف هالاشي يعني كتبعني عمدرس فلسفة لما اكتشفت معهد الفنون وانغرمت بالمبنى وهيك فت عملت فنون يعني أحببت المبنى لأعمل فنون كله دقائم ترح تكوني بلبنان هو هدفي المستقبل إذا الله أراد أن أرجع على لبنان حاب أرجع كتير يعني أنا بدرس شباب وصبايا من كل الجنسيات ما بدرس لبنانيين بعطي خبرتي إلي سنين عندي لبرول حتى المعارض يعني وللأسف ما عملت ولا معرض بلبنان عملت بالعالم كله إلا بلبنان يعني عم بيعولي كارت بوستال بفرنسا وبلبنان في كتار ما بيعرفونا بدنا هيك ترجع على لبنان مرد نقبل معيك بقى على قليلة نشوف أعمالك بمعرض إن شاء الله نقدر نتعمق يعني بهذا العمل إن شاء الله بتتمنى لأنه نيو إكسبريسيونيسم هو منه سهل يعني الناس ما بيشتغلوا نيو إكسبريسيونيسم أكتر شيء الناس بيشتغلوا يا إشياء معروفة أو بيقولوا إنه هيدا تجريد يعني ما عاشي كتير أصلا بإيام الإكسبريسيونيسم لما اخترعوا و لما عملوا هالأكل داغ أنا بيشتغل بهالطريقة لأنه أنا شو يعني إكسبريسيونيسم نحنا من نوصل الأمور بالطريقة اللي نحنا بدنا نوصلها مش مثل ما هي يعني إذا بدي أرسميك بورتريل أنا عاملة أوتو بورتريل اللي شوهت الصورة يعني وغيرتها لأنه أنا بدي وصل فكرة معينة ما بهمنا نحنا الداخل مش الخارج نحنا بدي أنا بدي فرجيكي أنا بفرجيكي مش الحقيقة ناطرة لك هنا من بورتريل ايه بتمنى تانكي لأليك الفنانة التشكليك لط حبيب أهلا وسهلا فيك وفخرنا كتير كبير عن جد بإنجازاتك بالخارج مرسي وأنا فخورة أن نطلق من لبنان أهلا فيك رح ناخد دواق في صغيرة ومش